هاسألك على إمام عشور انت عشرت وشفت كتير قوي لعيبة تمشي من الزمالك لعيبة تمشي من الزمالك تروح القهل في أول مباراة قمة بيلعب قدام فرقيته القديمة اللي هو الغريم التقليدي نادي الزمالك تتوقع تأثير سلبي على إمام عشور ولا تأثير إيجابي هيا دي أولا لازم عدد كويسة معاه قبل الماتش من مش من مستر كولر بس من واحد زي سامي قمصان بحكم أنه مصري وعرف ماتشات أليو زمالك في الدكتور الموافق طبعا طبعا لا أنا أتكلم حتى طبعا بعيد عن خصائق النفس المدرب اللي هو قريب وحاضر التدريبات وعرف وعرف ولعب ماتشات أليو زمالك ومرضو لي كلام معاه واحد زي خالد بيبو راجل لعب ماتشات أليو زمالك وعرف أنه يعني إيه هدو يعني إيه تركيز يعني ورضو يتكلم معاه كل الحاجات دي تهيئة ليه قبل الماتش لأنه الدوافع هتبقى عالية عنده أي واحد جديد طبعا طبيعة العهال كل اللعبها ماتشات أليو زمالك ولكن الجديد ده اللي عايز يزبط نفسه وهو منتقل من الندل هيبقى الدوافع عالية عنده جدا بس الدوافع دي والروح اللي عايز يلعب بيها وبتاع دي ممكن تاخده الحتة اللي هي أوفر شوية اللي هي بقى تخش في العصبية شوية تخش في التهور شوية تخش في النرفازة شوية فتبعده عن الموضوع فهو لازم يتزبط الحتة دي بس لكن هو كإمكانات لعيب لعيب كبير طبعا ولعيب من أهم استفقات اللي جات للنادي الأهلي ولعيب مؤثر وأنا قلت لك بيلعب في أكتر من مكان صحيح بيعفشوت ويجيب جوان